طلاب الصفة السادس الابتدائي مشاهدين الكرامة السلام عليكم وآلهم بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم حلقتنا النهاردة هنشوف فيها مع بعض التقييم الأسبوع الثالث وعايزين قبل ما نبدأ لتحل التقييم الأسبوع الثالث نتفعل على الفيديو من خلال ان احنا نواقب سواني بسيطة وندغط على رمز عجبا اللي موجود أسفل الفيديو علشان يوصل لكل زملائنا التقييم الأسبوع الثالث في مادة العلوم هنلاقيهم موجود في كتاب التقييمات الخاصة بالعلوم في الصفحة 13 تحديدا تعالي نشوف أول نموذج من نموذج التقييم الأسبوع الثالث أو الاختبار الأول للمجموعة الأولى أول سؤال عندنا بيقول لي أكمل ما يأتي الحشرات لها ظهر صلب يسمى نقاط أي حشرة صغيرة ظهرها بيكون صلب والظهر ده بنسميه الهيكل الخارجي أما السؤال الثاني بيقول لي أكتب ما تدل عليه العبارة تركيب يشبه الكيس يستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات في الخلائية النباتية أي خلية نباتية موجود فيها عضيات أو تركيب صغيرة تكون مشابهة للكيس يعني حجم بيكون منتفخ وفيدته إنه بيتم تخزين فيه الغذاء والمية والفضلات الخاصة بالخلية التركيب ده هنقول عليها الفجوة العصارية السؤال الرقم 3 بيقول لي علج لا تتمكن الحيوانات من صنع غذائها بنفسها إيه السبب اللي بيخالي الحيوانات متقدرش تعمل عملية تصنيع الغذاء الخاصة بيها هنقول لأن الحيوانات الخلية الخاصة بيها لا يوجد بها بلاستيدات خضرة وطبعا البلاستيدات الخضرة موجودة في الخلايا النباتية فقط ووظيفتها مسؤولة عن القيام بعملية البناء الضوئي يبقى الثاني الإجابة هنكتبها منسقة ومختصرة وهنقول لأن خلية الحيوان لا يوجد بها بلاستيدات خضرة أما السؤال الرابع بيقول لي ماذا يحدث في حالة عدم وجود الشبكة الإندبلازمية في النبات إيه اللي هيحصل لو خلية النبات ما كانش موجود فيها الشبكة الإندبلازمية هنقول له سوف يكون ملاك عدم قدرة على جمع ونقل البروتينات اللازمة لبناء وإصلاح الخلية السؤال الرقم خمسة عند الشكل اللي قدامي على الشاشة بيقول لي حدد البلاستيدات الخضراء على الصورة التي أمامك طبعا الصورة دي عبارة عن خلية نباتية والخلية النباتية بيكون فيها بلاستيدات خضراء هنحدد مكانها على الصورة وهنقول لي وظيفة البلاستيدات الخضراء إنها مسؤولة عن عملية البناء الضوئي والعملية دي بيعملها النبات علشان يصنع غزائه بنأسه ومن خلال العملية دي بيحصل اتحاد ما بين إيل المية وما بين غاز ثاني وإكسيد الكربون اللي موجود في الهواء الجوي في وجود ضوء الشمس علشان النباتي يصنع سكر اسمه سكر جيليكوز وعلشان يطلع غاز الأكسجين دي هي عملية البناء الضوئي اللي بتتم في أوراق النباتات وتحديدا في الخلايا والجزء المسؤول عنها في الخلايا أو التركيب ده هو البلاستيدة الخضراء تعالي نشوف نموزج الاختبار التاني للمجموعة التانية أول سؤال عندهم بيقول لي أكمل ما يأتي يرجع اللون الأخضر في الخلية النباتية لاحتوائها على صبغة نقط السبب اللي بيخلي اللون أوراق النباتات خضراء لأن الأوراق بيكون موجود فيها الخلايا والخلايا دي بتحتوي على صبغة اسمها صبغة الكولوروفيل أما السؤال التاني بيقول لي أكتب ما تدل عليها العبارة عنصر يساعد في تغريف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها واحد من التركيب اللي موجودة داخل الخلية بيعمل على تغريف المواد اللي بتبقى داخل الخلية ونقلها للخارج هقول له التركيب ده أو العضاية دي هو جهاز جولوجي السؤال رقم ثلاثة بيقول لي علل لا تحتوي الخلية الحيوانية على جدار الخلية الخلية النباتية بيكون لها جدار من الخارج اسم الجدار الخلو في يدته أنه بيحمي الخلية ويعمل على دعمها أما الخلية الحيوانية بيكونش عندها جدار الخلية علشان فيه هيكل داخل للحيوانات وأيضا هيكل خارج اللي هو عبارة عنها العظام والهياكل دي بتحدد الشكل وبتعمل عملية تدعيم للخلايا الحيوانية أما السؤال الربع بيقول لي ماذا يحدث في حالة عدم موجود بلاستيدات خضراء في الخلية النباتية إيه اللي هيحصل لو الخلايا النباتية ما كانش فيها بلاستيدات خضراء طبعا إحنا عارفين أن البرستيدات خضراء مسؤولة عن القيام بعملية البناء الضوي لو ما كانتش موجودة في الخلية النباتية يبقى بالتالي الخلية النباتية لا تستطيع القيام بعملية البناء الضوي لكي تصنع غذائها السؤال رقم 5 الصورة اللي ظهرت قدامي ما فيش جدار خلوي يبقى على طول دي خلية حيوانية بيقول لي حدد الشبكة الاندبلازمية على الصورة التي أمامك وحدد وظيفتها هنحدد له مكان الشبكة الاندبلازمية وهنقول له أن الشبكة الاندبلازمية مسؤولة عن جمع ونقل البروتينات علشان عملية البناء والإصلاح للخلية يبقى جابتنا منسقة هنقولها مرة تانية مع بعض الشبكة الاندبلازمية مسؤولة عن جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية النموذج الثالث للمجموعة الثالثة السؤال الأول بيقول لي أكمل مياتي تستخدم نقطة عند فحص الخلية الشفافة عريمة اللون تحت الميكروسكوب إيه اللي احنا بنستخدمه لو احنا عايزين نفحص خلية والخلية دي شفافة يعني ملهاش اللون نفحصها تحت الميكروسكوب هنقوله في الحالة دي هنستخدم الصبغاط السؤال الثاني بيقول لي أكتب ما تدل عليها عبارة عضيات تساعد في جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية العضيات أو التركيب دي هنقوله هي الشبكة الاندبلازمية السؤال الثالثة بيقول لي علل تستطيع النباتات صنع غزائها بنفسها ليه النباتات بتدري تصنع غزائها بنفسها وبنقول عليها كائنات منتجة يعني بتنتج غزائها لنفسها هنقوله لأن خلايا النبات بتحتوي على بلاستيدات خضراء هي اللي بتتم فيها عملية البناء الضوئي وهي أيضا المسؤولة عن القيام بعملية البناء الضوئي السؤال الثالثة بيقول لي ماذا يحدث في حالة إيه اللي هيحصل في حالة عدم وجود فجوات عصرية في خلايا النبات طبعا الفجوات العصرية مسؤولة عن تخزين الماء والعناصر الغزائية والفضلات عبارة عن حويصلات أو أكياس منتفقة داخل خلايا النبات إيه اللي هيحصل لو الفجوات دي مش موجودة؟ هنقوله في الحالة دي لا تستطيع الخلية تخزين المياه والعناصر الغزائية والفضلات الصورة اللي ظهرت معنا دلوقتي دي عبارة عن خلية نباتية لأن ليها جدار خلوي من الخارج السؤال اللي عندي بيقول لي حدد جهاز جورجي على الصورة التي أمامك وحدد وظيفته بعد ما نحدد جهاز جورجي على الصورة اللي قدامنا هنقوله نجهاز جورجي وظيفته مسؤولة عن تغريق المواد داخل خلية ونقلها خارجها وبكده أصدقان العزاء نكون حلينا مع بعض التقييم الأسبوعي الثالث التلاث نمازج في الاختبارات الأول والثاني والثالث في مدنة العلوم الصف السادس الابتدائي بالنسبة بتفعلكم معنا لو أنت استقديمت رمزة عجبني علشان ده بيساهم في نشر الفيديو لكل زملائنا علشان يستفيدوا كمان تقدر تشارك المحتوم بشارة مع كل زملائك لو أنت استخدمت رمزة المشاركة أما لو كنت أول مرة تشاهدنا وحبيت أنك تنضم لينا علشان تشاهد التقييمات الأسبوعية القادمة وحلولها بالتفصيل وكمان شروحات للدروس المقررة في مادة العلوم بكل تأكيد بنسع بنضمامك لنا لو أنت تغطى على جلمة اشتراك اللي موجودة أسفل الفيديو أو سابسكريب الموجودة للناس اللي بتستخدم التصفح باللغة الإنجليزية على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد لكم مني كل التحيات والتقدير وأصدق الأمنيات للجميع بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته